دعني دكتور أتكلم معك بصراحة على مستوى المحافظات المقاطعة لا تؤثر ولكن يحز في أنفسنا بأنه يعني كمكون اليوم لازم يكون صريحين كمكون شيعي في محافظة بغداد عملية المقاطعة وخصوصا من تيار كبير موجود وبجماهير كبيرة رح تؤثر تأثير في بغداد وفي المناطق التي هي متنوعة تأثر تأثر كبير صراحة بسبب عدم لية المقاطعة هذه لأنه كثير من الجمهور ما رح يأتي للانتخابات وبالنتيجة رح يتأثر اسم المكون الشيعي فعلا يعني هذه حقيقة هذه هذا الهاجس ليش موجود هذا الهاجس من الأرقام لأن الآن أنت عندك في بغداد كم شيعي ما رح يجي للانتخابات بالنتيجة رح يصير تغليب مكونات أخرى على هذا على المكون صراحة وهذا طبعا هو بالنتيجة رح يأثر بالمجمل على استحقاقات هذا المكون لا عفوا الآن شنو سياد النائب حتى أيضا نكون صريح ونستثمر وجودك يعني لماذا هذا العنوان اختلال التوازن المكوناتي يعني هو الهاجس وأيضا نستخدم مرة أخرى كلمة البعبع الذي بدأت طبعا تنسيقي تحديدا يحمل التيار الصدري هذه المسؤولية يعني ليش مو نجي على معيار الإنجاز نجي على معيار الشراكة نجي على معيار التوافق لماذا يأتي معيار اختلال التوازن لتخويف الناس لتجنب المقاطعة لا هي مو تخويف الناس وإنما هي حقيقة أرقام يمكن مو لأنه مو سياسي أو جنابك أيضا إعلامي يعني ممتاز وإلك الدور وباع كبير إنسان بسيط هسا بالشارع أسألك لابا يختل وضع المكون الشيعي في بغداد رح يقلك طبعا لأنه أبناء التيار الصدري اللي هم كذا عدد ما رح يجون وبالتالي قوة الشيعي أنا أصور عوام الناس ما تفكر بها الطريقة لا لا إلا أنت تتوحيها أقول لي هذه الناس ما تتأثر بها وما مهتمت لها هذا أمر وأن تفكر نعم تعرف المعايير إحنا كسياسيين لدينا معايير أرقام بالأرقام ستتأثر أرقام المكون هذه منتهي منها بالمحافظات الوسطى والجنوبية ما تتأثر لأنه الغالبية اللي موجودة هناك إحنا طبعا أيضا ما نتمنى أن نطرح هذه الطروحات يعني كمشاكل ولكن هذه حقيقة هي الإراسات التي تعتري العملية انتخابات مجالس المحافظات مع النظر بأن هناك مقاطعة انتخابية من جهة مهمة وكبيرة وكان هناك اشتركوا في القناة